طيبا نكمل محضورات الاركتكتشور طبعا هنا كلمنا عن أنواع الانستركشنز معينة اللي هي الاند والصب ودي يعتبر أريثماتيك أبريشنز في أبريشنز تانية اللي هي اللوجيكال أبريشنز بتعايدنا طبعا نطبق الأند أو الأور أو كده وبرضو اللوجيكال أبريشن ممكن نستخدمها عشان ننفذ أريثماتيك أبريشن هنعرف مع الوقت إزاي ممكن نستخدم أريثماتيك عشان مسلا نعمل ضرب أو عمل اسم اسم أبدايا اللوجيكال أبريشنز الموجودة في الميبس هي الاند والأور والإكس أور والنور ما فيش ما فيش جيت اسمها نط النور هي اللي بتعمل النط طيب فالأبريشن فاللوجيكال أبريشنز اند والأور والإكس أور والنور الانستركشنز دي يعتبروا R-Type Instructions ليه لأنهم بيحتاجوا اتنين سورسز اتنين ريجسترز كسورس ووان ريجسترز كريزلت ووان ريجستر كريزلت تحط فيه الناتج بتاع الابريشن الاند انستركشن ممكن نستخدمها في الماسكينج الماسكينج يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو عندي انستركشن زي كده وعايزة البيتس معينة دي كأنها مش موجودة يعني عايزة لغيها فممكن نعمل لها ماسكينج مع حاجة تانية بحيث إنها كلها تبدأ مزير وعملت ده اند مع ده كل الاربع بيتس اللي في الاول لما تعملوهم اندي مع الزير هيدلغو يبقى عندي واحد دين تلاتة اربعة دول هيدشالو ويبقى عندي بس دول اللي موجود فمعايا او اكس اربعة ستة اي واحد طبعا حاجة زي كده ممكن تفيد في على حسب ما احنا يعني يعني ممكن نيبقى فيه وقت إن أنا نشرحها بس هي دي فكرة أو التارجت بتاع ان هي بتعمل الماسكنج للبيتس اللي ما بينها يعني source and destination two sources بتوع الور بتعمل combining يعني لو أنا عندي instruction بالمنظر ده ومسترحشن بالمنظر ده هنا بدايتها zero وهنا نهايتها zero وده اعمل orange اللي اتنين هاخد combining الأرقام اللي هنا مع combining الأرقام اللي هنا بتكوني instruction جديدة دي الور النور بتستخدم عشان بتعمل invert هنوضح بعد شوية ازاي بتعمل invert وما فيش نوت operation او ما فيش نوت instruction النوت ازاي بتستدم في الانفيرتنجية مفروض ان النور يعني معناها النوت اور يعني بعمل اور اوبريشن بعدين بعملها نوت فخلاني كده عمل بتاع النور تلاقي ان انت عندك الاربع احتمالات اللي هو صفرين واحدين وهنا صفر واحد صفر واحد القطب بتاعها هو عكس الور الور كانت صفر ثلاث وحيد هتبقى النور واحد ثلاث صفر لو احنا خدنا الجزء اللي فوق بس بتاع التابل ده وافترضت هلاقي ان لما لقيتكم بزيرو والبي بزيرو اللي بواحد لما لقيتكم بزيرو والبي بواحد فاللي بيحصل ايه انت لو خدت الجزء اللي فوق ده بس هتلاقي ان النور بتعملك infert النور بتعملك infert يعني لو انت عايز تجيب اللي بعمل لها نور مع الزيرو عيديك البي نوت او عيديك الايه بالعكس بتاعي فالبي نور الزيرو بيساوي نطق البي عايزة بقى مسلا ادخال الاند والاور والاكس اور بيحصل ازاي هو زي الاور والحاجات اللي حنا بنعملها عادي خالص بس الفكرة كلها ان انا ممكن يبقى عندي بيتس كتير طيب افرض مسلا انت عندك تو ريجسترز اس واحد واس اتنين فيهم حاجات زي كده وانت عايز تعمل اند نتخيل كده مسلا كنت عايز تحط الاند result في الس 3 والاور result في الس 4 والاكس اور في الس 5 والنور في اس 6 زي ما واضح هنا اعمل الاس والواحد اند الاس واحد والاس اتنين اعمل لهم اند وحطها في الس 3 هيبقى اي ناتج يبقى اند والاس واحد والاس اتنين احطهم في اس 4 هتبقى هنا وهكذا خلنا بس نعمل الاند مثلا انا عايز اعمل للبيتس دي والبيتس دي كده اند طبيعي طبعا لما الفرد مثلا ان انا احطوا كلهم بصفار وبعدين ايه البيت اللي انا هخليها يبقى واحدة 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 ده لإيه الآن الأور طبعا معروف الأور بنعمل فيها إيه لما بيكون عندي فيه واحد بيبقى الرزل تبقى واحد بنعم طبعا عندي أربع وحيد أربع وحيد أربع وحيد فأكيد النتج هي بقينة واحد هنا أصفار كتيرة مش اعتمد عليها اعتمد على الجزء ده فيه وحيد هلاقي هنا وحيد ده أحطيه للوحيد أصفار أصفار مش عارفة كذا كذا خلاص فديه إيه نتج الأور عايز أعمل الأكس أور الأكس أور بتعمل إيه بتقولك لو عادل الوحيد فردي هتحط واحد لو عادل وحيد زوجي هتحط زير بس كده فأنا دلوقتي عندي واحد يعني واحد وصفر عادل وحيد كده كان واحد بس اللي ظهر يبقى فرد يبقى حط واحد هنا واحد وواحد يعني عادل وحيد اللي ظهر كان اتنين اللي هي زوجي أحطي هنا زير وهكذا واحد وصفر عادل وحيد جي مرة واحد بقى فرد بقى حط ايه واحد وكذا لغت لما خلص دي النور بقى زي ما هم متخيلين يعني طبعا لما باجي اعمل نور يعني انت لو بتعمل نور لحاجة مع الزيرو هتعمل نوت لكن انا بعمل حاجة مع حاجة يبقى يبقى النور يعني هشوف فين الور واعكسها يعني ما هو نور يعني نوت اور فدلوقتي لو كانت الحاجة دي الاس اربعة هي اللي بتشيل نتج الور فانا هاعكس كل اللي موجود في عندي مثلا وحيد 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 هتبقى كلها صفر صفر صفور عايزة اعمل دي مثلا الصفر هتبقى وحيد دي واحد صفر واحد واحد صفر 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 ثلاث وحيد تبقى واحد ثلاث صفر دي ازاي بعمل ازاي باكتبها وازاي بابدأ انافسها طيب زي ما في and or وx or في طيب and i or i x or i ام تبقى لما بكون بعمل and مع رقم constant رقم قدامي مش موجود في طيب فالله يحصل ان انت عندك دول اتنين صورس وده فالتنين صورس هتحطوهم اللي هنا فوق والدستينيشن اللي هو هحطين انا عندي ال result بتاعت and i or i x or i طبعا احنا قلنا i عشان هي في immediate في الموضوع او في رقم ما بكون استنتهي يظهر بعملش and الاثنين register مبعض لا register ويه رقم موجود في الموضوع طيب فبحط لتو sources فوق وهنا result الصورس اللي فوق هاي بس واحد معايا اس واحد وهنا رقم الرقم ده للشرح بس ثابت في الآية في الثلاث instructions بسميه immediate يعني عادي ممكن نسميه x او اي حاجة مهمه فيه f a 3 4 تمام فانت تشوف بتشوف اللي 4 3 f a والباقي كله صفار اوكي طبعا واكي اني حطيتها 4 صفار هنا فمعاك اللي 4 اللي هو 0010 الثلاثة اللي هو 1107 اللي اي اللي هو 10 0101 اللي ف ايه اللي هو 4 وحي طيب ما له بقى عايزة اعمل and i هنعمل عادي خالص هنعمل ايه فمعايا and i and ده مع ده طبعا دول كلهم صفار فيبقى كلهم صفار طيب دول صفار ومش مهم ده ايه فيبقى دول كلهم صفار معايا هنا وحيط الوحيدين دول هما الوحيدين اللي هنا فيبقى وحدي اوكي طيب وفيه واحد هنا وفيه واحد هنا دي الانت ما فيش اي حاجة طيب ودي الور اي لو انت معاك هنا دي كلها صفار ودي كلها صفار فخلاص كلها صفار جيت هنا برضو دي صفار مش اعتمد علي اعتمد علي يعني ده اللي هنزل على طول فمعاني ايه 4 وحيد 1016 طيب هنا وحيد كتيرة واركام اناس دي الوحيد ده الور وهكذا الـ XOR طيب المفروض ان ان انا بقول الـ بيكون 16 بيت في الـ اي طيب فالطبيعي ان 16 بيت بيحمل ده وده 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 فكده كده ده يبقى zero ده يبقى zero zero extended ففي logical operation انا بعمل zero extension يعني بايد بحط بحط بزود zero على طول لو انا الـ لان انا عارف ان الـ الـ اخرو 16 وانا اصل معايا 32 فاحط zero هناك في الـ الـ بتاع الـ الـ كان ساعات بحط zero حاب بحط one بعمل sign operation بحط بناء على الاشارة لكن ده بحط zero على طول ان انا عارف انه logic operation ومشا ينفع زي تعني 16 فدي بس المعلومة اللي هنا ان انا اي طيب operation انا معايا 16 بيت فحط 16 بس هزود البق zero طيب عشان اعمل multiplication او عشان اعمل division ممكن استخدم shift operations عشان اعمل يعني ازا shift shift left logical بستخدم بعمل multiply shift right arithmetic بستخدم عشان اعمل division فايه shift وايه اللي بيحصل ده فواحدة واحدة بس وبعدين احنا مش عايزين ندرسها علشان نفهم multiplication و division احنا عايزين نعرف shift بيحصل ازاي بعمل shifting لحاجة وبعدين نبدأ اقولك ازاي shift ده ممكن استخدمه في multiplication or division طيب دلوقتي المفروض ان انا عندي لو انا هعمل shift فانا فيه lift وفي shift lift وفي shift right ولو انا عايز اعمل shift lift فانا هعمل shift lift logical وshift lift arithmetic وright shift right logical وshift right arithmetic فهتلاقي shift lift logical وshift left arithmetic shift right logical وshift right arithmetic هو يعني هو هو الاساسيين shift left logical هو الاساسي فلما shift right logical ما كانش عارفة تعمل division في حالة negative استخدمنا shift right arithmetic فالاساسي ان انت عندك اثنين logical left وright وبعد كده استخدمنا right arithmetic لما right logical ما كانش عارفة تعمل division حالة الطيب بنعمل كل واحدة فيهم ازاي المفروض دلوقتي اننا بما اننا shift اللي خدناها الاولانية ال end كانت R طيب ال end I كانت I طيب ال shift اعتبر R طيب طيب فدي تقسيمة ال 32 registrar اللي في الميبس 6 6 4 5 لو انت R طيب فالop كود عندك 0 لو انت محتاجين لحد الفونكشن لو انت shift left right shift left logical هي موجودة الكود بتاعهم 0 2 3 فحط 0 2 3 الصفر ده علشان shift left logical وال 2 عشان shift right logical وال 4 sorry وال 3 عشان زي ما هم توضح في الجدول طيب shift amount كنا بنحطها في end ونحطها بZero لان انا ممتعلش shift لكن نحطها هنا عندي shift amount بالقيمة اللي هيبقى موجودة عندي في ال instruction عندي هنا shift left logical كذا وكذا واربعة فدي هي shift amount وحطت هنا 4 في ال 4 3 4 4 4 4 4 4 عايزة اعمل ايه تاني عايزة اقول ان طبعا انا كان بتحدد هنا 2 source 1 destination طيب ما انا خدت واحد دول 2 source واخدت واحد من 2 source اللي حاطها في shift امام ففي واحد فيهم اعمل له ايه احطه zero وبعدين احط بقى source التاني كمام يعني general انا معايا اتنين source المفروض احط source الاولاني هنا والتاني هنا في واحد فيهم حطته هنا فحط التاني فين يعني دول هيبقى مكانهم فاضل فهيبقى هخلي واحد بزير والتاني احطه يبقى هو مسلا ال S واحد طيب فمعايا هنا ال S واحد لو بسيط على الجدول هنا لاقي ال S zero ب 16 يبقى ال S واحد ب 17 فال S واحد حطها ب 17 ال S واحد ب 17 ال S واحد ب 17 فانا ما لدي الغد الوقت الاصفار دي والاصفار والسبعتاشر والاربعة والفانكشن فاضل ال destination ال destination هنا عندي T zero هنا S 2 هنا S 3 ال T zero هنا اللي هو 8 فهيحط 8 ال S 2 هنا اللي هو 16 17 18 يبقى حط هنا 18 وال S 3 طبعا 19 ده زي بترانسليت ال shift instruction into binary أو into format مع كده ابدأ احول ال zero ده ال 6 بيتس و هنا ال zero ده 6 بيتس 6 بيتس بعدين ال 4 في 5 بيتس يبقى 0010 بعدين ال 8 في 5 بيتس هيبقى 3010 وبعد كده مثلا يعني نجحول بترتق بتحط اللي انت عايش بس اما حاجة يعني لو انا وقفة هنا فده النتج بتاعه هابدأ احول السفر ده ل 6 بيت هيبقى عندي 6 بيت مثلا السفر ده احول ال 6 بيت هيبقى ده 6 بيتس هنا 6 بيتس الصفر الصفر ده اخليه في 5 بيتس هيبقى عندي 5 الصفر مثلا ال 4 دي بتصيف كم بيت في 5 فمعايا 001 وكمل ال بيت الصفر وهكذا طبعا مثلا دي السبعتاشر 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 في البيناري لو هتصيفها في 5 بيتس هتبقى 1 00 01 8 301 وهنزود 0 كمان عشان هي تصيف 5 بيتس كي كس على ذلك بقى التاب اللي هو shift write logical و shift write arithmetic يعني لو عايز احول الحاجات دي ال hexadecimal فيابعاك تاخد اول ال 4 دول وبعدين ال 4 دول تحولهم ال hexadecimal بتاعهم وال4 دول وال4 دول تمام معايا 0 0 1 4 0 0 1 4 نكمل مثلا عندي 1 3 صفار يبقى 1 يو بعدين 1 3 صفار معناها 1 بعدين 0 0 هيبقى 0 و 0 0 هيبقى 0 وكي وهكذا طبعا هو ده بس shift lift logical عايزين نتخيل كده ازاي shift lift logical ممكن هو يعمل multiplication طيب افرض مسلا ان انا معايا رقم زي كده لو مسلا 1 1 0 0 اتقلت لك اعمل shift بواحد اعمل 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 كل ده كل اللي انت شايفه ده الانستركشن ما نفستهاش انا حاولتها بانر عايزة ابدأ انافزها بقى عايزة ابدأ انافزها وهنا بيقولك ان ده الاس واحد وده الشفت امونت وده الانستركشن الريزل تبقى ايه يعني ايه دلوقتي في الاخر اللي موجود في التي زيرو والس تنين والس تلاتة لو الانستركشن دي تنفزت معاك دلوقتي مسلا واحدة واحدة معي انا هنا دلوقتي دي الاس واحد وضي الشفت امونت عايزة اقول لربطاء دي كلها نتعملها شفت باربعة وده اسمه اربعة شفت باربعة يعني ايه شفت باربعة انا بقول شفت لفت وعلا شفت لفت شفت لفت لوجيكل لوجيكل يعني البيتس هي اللي ايه اللي حركها ليفت يعني حركها ايه اربعة على الشميع فدول هيبدأ بيكوين فأنا كده من أول من أول هنا طبعا أنا عملة بعمل shift فأكد اللي في الآخر دي مش هتجي معي من أول هنا ده هبدأ من هنا لأننا هسيب اللي أربعة دول هلغيهم لأننا بقول shift أربعة همشي شمال أربعة هبدأ من هنا لما نبدأ من هنا شابه معي غير ده لغة هنا ده برضو هيتلغي ده هيمشي كده من المعادلة خلص هيمشي من البيتس وهيبقى لي هنا حاجات في الأول هتحط فيها إيه هحط فيها زيروس خلاص لو عايزة عمل shift lift logical بجيب البيتس دي بدل ما تبدأ من الأول كده خلها تبدأ من إيه بعد أربعة بتس وتبدأ ولما تبدأ وهي ماشي هتلاقي إن البيتس هنا خلصت فهتحصل هتعمل سكيبلي ده واللي في الأول هنا يبقى فاضي هتحطه إيه بزيروس shift right logical نفس الفكرة shift right logical يعني بدل ما بدأ من الright من هنا هبدأ من هنا وهسيب ده فاضي وهبدأ من هنا لو أنا لو أنا مسكت ده كده وروحت جاي كده وأنا سيب أربعة يعني المفروض أربعة وحيد ده لغت واحد ثلاث صفار ده يتحط معاي لو أنا جيت عملت سكيبلي ده وقلت هبدأ من هنا ففي واحد من ده هتير فده اللي هتير ده هتير من عن يبقى عندي أربعة وحيد وكمل يبقى أربعة وحيد وكمل أهو اربعة وحيد معايا الـ-------- سفرين واحدين معايا لو انا بدأت من هنا وكملت كده هيبقى في الاول ده فاضي حطه بزيروس ده الشفت ليفت ايه شفت ريت ايه لوجيكل خلاص كده فالشفت ليفت لوجيكل والشفت ريت لوجيكل ان انت بناء على اسم لو انت ليفت يبقى هاجي عند الليفت كده وارغم مشافته الليفت اللي عندي ده اروح بادئ من ايه كده لكن ريت هاجي عند الريت ده وخليه هو ايه بدل ما يبقى عند الريت كده بدي من الاول اخليه بدأ ويسكيب اربع اربع بيتس في الاول فده الشفت ريت طب الشفت ريت ارسماتيك تعمل نفس اللي كان اللي كنت بتعمله في الشفت ريت اه لوجيكل بس الاختلاف بس ان بدل ما تحط هنا زيروس هتحط ايه دي بكام بوحاية خطة بوحاية كمام دي بس الاختلاف في الشفت ريت ارسماتيك ده بيفرق في في ريزولت يعني طيب خيل بس كده ان انا كنت عايز اقولي ايه هنا ان انا مثلا لو جيت قلت لك رقم اسمه ثلاثة قلت لك عايز اعمله شفت بواحد هيبقى ايه هيبقى الواحد واحد زيرو واحط هنا انا زيرو لان انا عملت شفت با هنا لما عملت سكيب اربعة عطتهم المكان اللي بفضي احطت بزيرو هنا المكان اللي بفضي هيبقى بكام بزيرو فالرقم ده في الاخر اسمه ايه الرقم ده ست او ده تلاتة فده ست يبقى كايني عملت ايه كايني ضربت اتنين فالشفت لفت لوجيكل لما بنفزه على الرقم كايني عملت ايه ضربة اوكي طب لو عملت مسلا الواحد واحد اللي هو التلاتة واعملت له شفت باثنين انا بقول اتنين يعني انا بقول كلمة اتنين بس يعني كان في كلمة اتنين هنا فيحصل ايه هيبقى الواحدين دول هيبدأوا من هنا ايه واحد واحد صف صف او رح حطر هنا سفرين في الاول الرقم ده بقى اسمه ايه لو رجعت هتلاقيه تسعة وده تلاتة الرقم ده تلاتة والرقم ده تسعة مع تسعة تسعة لا تقريبا اتناشر الرقم ده تناشر ما معناه ان انا ضربت اربعة يعني شفت ليفت لوجيكل لو كأني بعمل ضرب اتلاقي الرقم بيتغيى بحيث ان كأني بعمل ضرب خلاص فانت بتدرب الرقم مثلا التلاتة على حسب انت بتعمل شفت بايه فبتقول تلاتة بتقول بتتدرب في اتنين قص واحد لو عملت شفت بواحد يبقى انت كأنك ضربتها في اتنين قص واحد لو عملت شفت في اتنين طيب لو عملت شفت بتلاتة يبقى انت كأنك ضربت في اتنين قص ثلاتة ولو عملت شفت باربعة يعني كأنك ضربت في اتنين قص اربعة هو ده ممكن يساعدني ان انا اعمل ممكن يساعدني ان انا اعمل ضرب هو قرسمتك طيب 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 ده نوع تاني من الشفت هو ان انا ممكن نعمل شفت ف ريبو يعني مش لازم بقى يعني مش لازم الشفت يبقى موجود عندي هنا اسم اربعة ممكن اكون حطه في ريجستر يعني بدل ما يبقى والاس واحد ده عبارة عن اتنين وثلاثين الشفت انا ممكن تحطي كده لا الكده ممكن تحطي في ريجستر يبقى انا عندي ايه حاجة زيك كده S1 و S2 والريزل تخطف S3 في الحالة دي في الحالة دي بقول الـShift amount 0 وبدأ أحط الـResource الزين عادي مهم هما الـShift instructions الـVariable Shift الـ2R type بس واحد فيهم لما يكون الرقم ده constant بحطه في الـShift amount لما يكون في register بحطهم الـ2 في الـSource عادي وبعدين بحط الـShift amount 0 مهم كده؟ ده الاختلاف كل اللي هتعمله هتلاقي هو هو برضه يعني ما فيش اي حاجة اللي اختلاف بس ان ايه ان هو هيحط الـS3 على ان هي عادي 32 بيت بس ده طبعا مش مهوله يكون مسموح له انه بتعمل Shift بـ32 بيت هيبقى مش منطقة يعني يعني هيبقى useless فخليني بس واحدة واحدة كده في Shift-Lift Logical Variable يبقى Shift-Lift Logical V Shift-Lift Logical Variable يبقى Shift-Lift Logical Variable لـSRL V Shift-Right Arithmetic Variable SRA V فدي بتاخد Registers وفي الحالة دي الـShift amount هو اللي بتحط عليه 0 طيب ده شكل تقسيمة الـBips Registers هيبقى عندي S-L-L-V وواحد واثنين والناتج هنحط في 3 و 4 و 5 خلاص فده فده شكل الـ Instruction لو عايز ترجمها الـ Binary فواحدة واحدة برضو عادي ممكن نعمل واحدة بس اللي هي الـ S-3 والـ S-1 والـ S-2 عايزة حولها بما ان انا R طيب يبقى الـ OpCode بـ 0 فحطها الـ 0 في 6 بيتس هيبقى 6 بعد كده الـ Shift-Lift خليها بـ 0 فيبقى 0 والـ 0 في 5 بيتس انا بعمل Shift-Lift Logical Variable اكيد طبعا لها كود اللي هو 4 فحط هنا الـ 4 Shift-Logical V برضو لها كود 6 و 7 فحط هنا 4 و 6 و 7 فحط بس الـ 4 مثلا في 6 بيتس بقى الـ 4 في 6 بيتس اكيد تمام دي اهي تحولت لي 6 و الـ Shift amount حطت 0 سفى Shift 5 الـ Code 4 احولها الـ Biner طيب بعد كده فضل الثلاثة Source و يعني Source و Destination دول Source وده Destination الصورس بتاع اللي هو S-1 و S-2 لو S-0 بـ 16 يبقى الـ S-1 والـ 2 بـ 17 و 18 فمعك 17 و معك 18 اكيد معك Destination هيبقى هنا 19 اكيد فأبدأ أعبر عندها بالـ Binary في 5 وده 5 وده 5 بيتس اكيد رزلت رزلت كبيرة تبقى عاملة ازاي طبعا انا لسه ما عرفش الـ Shift أمونت بكام يعني انا كل ده شكل مثال كده خلاص فلو احنا خدنا مثال S-2 بمثلا بالرقم ده كام 4 لو هو مثلا ب4 ولا دي 6 دي 8 دي 8 لو 8 دي 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 8 يعني ايه يعني يعني انا دي الوقت مثلا عند ده عايز اعمل لو ده عايز انفذ عليه Shift Lift فهاجي من ده خليه بدأ هاجي تمام وبالتالي فيه اتنين من هنا هلغيه اوكي واللي هنا هخليه صفور انا Shift Lift ايه يعني مثلا 3-0 وحاية 3-0 وحاية افضل ماشي كده اكرره هنا اغير ايه ما سيب 8 برا سيب 8 في في الاخر واحط وحط مثلا عندي اخر حاجة 3-0 3-0 الاماكن اللي فضل انا عملتها skip دي في Shift Right Logica Shift Right Logica الفرق انا عايز اعمل Shift برضو Shift S2 هنا 8 برضو فانا هسيب 8 من دول وهبدأ من هنا تمام لا يعني مش كنتم لزد هاخد ده كده خليه يبدأ من هنا تمام ولو خليت دي يبدأ من هنا دول اللي عملو skip مش هيبقى لهم كاين واحط دول بكاين بزيروس وكي كده طيب انت برضو هكذلك Shift Right Charismatic Variable هعمل نفس الoperation بتاع Shift Right Logical ولكن هبدأ اننا بدلا ما حط زيروس هحط الوحيد اللي اخر حيك اخر طيب دي كانت المحاضرة دي كان بتكلم عن Logical Operation سواء كان AND أو AND و OR و NOR أو XOR أو I اللي هو الimmediate لو أنا عايزة عمل AND مع رقم CONSTANT وكذلك وكذلك و Shift Bary قابل في المحاضرة الكي اشترك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة